توقف الجدال بشأن الهجوم المرتقب من قبل النظام السوري وحلفائه على محافظة إدلب كما لا يتوقف الحديث عن مآلات الصراع السوري وتأثيراته على التحالفات والتفاهمات الأقليمية والدولية فقمة طهران الأخيرة بين إيران وتركيا وروسيا أخفقت في نزع فتير الحرب في إدلب بل وأظهرت قدرا غير يسير من الخلاف بين أنقرة من جانب وموسكو وطهران من جانب آخر خلاف لم يخفيه البيان الختامي للقمة الذي اتسم بالدبلوماسية عبر جمل فطفاضة تتحدث عن استمرار التعاون بين الدول الثلاث في الملف السوري وألانها الاتفاق على أن العمل العسكري لن يمثل حلا للصراع بحال وهو الإعلان الذي يناقد ما يجري على الأرض من حجد للقوات الروسية والإيرانية من أجل معركة وشكة في إدلب وبحسب محلليين فإن ثمت ثلاثة احتمالات يمكن أن تتهي إليها الأمور في المحافظة السورية أولها أن تنجح الجهود التركية في تجنب الحرب عبر إقناع هيئة تحرير الشام بحل نفسها ودمج مقاتليها من السوريين مع فصائل المعارضة الأخرى وترحيل الأجانب منهم وهو سيناريو ربما لا تملك أنقرة مزيدا من الوقت لمحاولة إنجازه في ظل رفض الهيئة لفكرة حل نفسها وإصرار روسيا وإيران على القيام بعمل عسكري في إدلب أما الاحتمال الثاني فيتمثل في أن يشن النظام وحلفاءه هجوما محدودا على إدلب بغية تأمين القاعدة العسكرية الروسية في حميميم وكذا بسط سيطرة النظام على ما تبقى من الطريق الدولي بين حلب وإدلب وهو الاحتمال الذي ينذر بكارثة إنسانية ستكون الأسوأ في القرن الحادي والعشرين بحسب الأمم المتحدة كما ينذر باندلاع حرب استنزاف طويلة يبدو أن الإعداد لها كبديل استراتيجي يجري من جارب تركيا وفصائل المعارضة السورية